مددت شركة طيران الأمريكية American Airlines تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى أبريل من العام 2025 وكانت عدة شركات طيران دولية أعلنت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الأسبوع المقبل على الأقل تحت وطأة مخاوف من رد محتمل لإيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران ترجمة نانسي قنقر